جروا بسكوت الطمر بدون مضرب بدون زبدة ولا سمنة اقتصادي جدا بس طعمه طحفة هنعملوا بطريقة سهلة ومش هتاخد وقت خالص إيه ليتلاقوا عاكم وصفة النهاردة؟ نتغطوا لعيك ولو لسه مش مشتركين في قناتي نزلوا اشتركوا وفعلوا جرس تنبيه عشان وصلكوا اشعار بكل وصفة جديدة ويلا نبدأ هحتاج بطين بدرجة حرارة الغرفة هضيف عليهم فانيليا وهقلبهم مع بعض الأول وبعدين هضيف عليهم كوباية سكر وكوباية زيت وهقلبهم مع بعض وبعدين هضيف عليهم 3 كوباية ونص دقيق بس انا هضيف 3 كوباية الأول والنص هسيبه في الآخر هحتاج كمان ربع كوباية حليب بودرة معلقة صغيرة بيكينج بودر وهقلب كل المكونات مع بعض بالإسباطة شايفين قوام العجينة؟ هضيف بقى دلوقتي عليهم النص كوباية الدقيق اللي سبتها للآخر وهقلب كويس شايفين قوام العجينة بقى أعمل ازاي؟ وآخر حاجة هضيفها ربع كوباية حليب بدرجة حرارة الغرفة ولم العجينة أنا مش هعجن عجينة البسكوت ما بتتعجنش عشان البسكوت ما ينشفش هلم العجينة لحد ما ديه يشرب الحليب بالكامل شايفين العجينة بقى قوامها عامل ازاي؟ جميل ازاي؟ شايفين العجينة بقى قوامها جميل ازاي؟ العجينة المصبوطة لما امسكها بإيدي واشدها كده تمط شوية ما بتتقطعش هسيب العجينة ارتاح نص ساعة وابدأ شغل فيها لحد ما العجينة ارتاح هجهز الحشوة هستخدم طمر معجون جاهز الطمر اللي هستخدمه طري جدا مش محتاج اي زيادات خالص بس لو طمر انتوا تستخدموه نياشف شوية هضيفها لمعلقة كبيرة سامنة ومعلقة كبيرة سمسل محمص وهتعجنوه كويس جدا ودلوقتي هعمل خاليط التغطية هحتاج معلقة كبيرة عسن نحل ومعلقة كبيرة مية لو مش متاح عندكم العسل تقدروا تستخدموه مية وسكر بس تقلبوا السكر كويس عشان يدوب هعمل الطمر بشكل استواني كده زي ما انتوا شايفين هقسم العجينة الجزئين وهفرد اول جزء على بلاستيك عشان تسهل علي برم العجينة من تاني هفرد العجينة وبعدين هحط الطمر ولف العجينة تاني عليه بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده هاخد لفة واحدة كاملة وبعدين هقص العجينة هقطع البسكوت بالشكل ده كده وهعمل باقي الكمية بنفس الطريقة ممكن تسيبوه سادة كده زي ما هو او ممكن تدهنوه بخالط التغطية اللي احنا عملناه وتحطوه عليه سمسل وحمص زي ما انتوا شايفين كده انا عملت جزء بالسمسل و جزء سادة التسويه هتكون فرن ساخن مسبقا على حرارة 200 درجة رفق اوسط لمدة 30 دقيقة و او ما بيخرج بالفرن بيبقى الطحفة زي ما انتوا شايفين كده البسكوت قوامه حلو قوي شايفين دايب ازاي وطعمه كمان حلو جدا جربوه اقولولي رأيكم في التعليقات اتمنى نوصل النهاردة اكون عجبتكم اشوفكم متاني على خير وراي في فيديو جديد وباي باي